في بيتنا مراهق واحد من المشكلات اللي بتعاني منها كتير من البيوت الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي التلفونات المحمولة خصوصا بين الأطفال وبين المهرهقين وحنا بنشوف ان ده ممكن يزود الإصابة ببعض الأمراض الممكن تأثر على الصحة العقلية وممكن توصلنا لمرحلة زي الاكتئاب أو التوحد لقدر الله الموضوع فعلا جرز انتظار معروف عند كل الأسرة المصرية الناس كلها بتقول الطفل امتى نخب منه الموبايل وامتى نسيب الموبايل معه خلاني نعرف أسباب ده خطور الدعم لازاي يعني نوقف الكلام ده امتى عند الطفل ونسيبه يستفيد أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي أو من الانترنت عموما امتى بصحبتنا النهاردة دكتور عمر سليماني سشاري الطب النفسي هنسأله كل هذه الأسئلة في السيديو صباح الخريق اهلا بك دكتور عمر صباح الخير على حضرتكم اهلا بحركة امتى نقول يعني ان الطفل ده فعلا عنده مشكلة من مواقع التواصل الاجتماعي انه هو وصل فعلا انه هو يبقى مريض من مرضى السوشيال ميديا وامتى نقول انه هو مجرد يعني متعامل مسرف مع القصة دي خلينا نصف العلاقة ما بين المراهق او حتى الاطفال دلوقتي وشاشات الموبايل او اي شاشة عمول الشاشة هي احد الادوات اللي بعتمد عليها ليه التسليح ليه اطفاء بهجة ما ليه تشتيتي عن حاجات كتير حواليه يعني انصوها لا وللحصول على معلومة برضو يعني ما قدرش ننكر الاطفال بيستخدموها احيانا في البحث ما احنا هنقولها دلوقتي ولكن الفكرة في الاعتماد على الشاشة هي حالة من الادمان الادمان هو الاعتماد على شيء او شخص او اي حالة لإحساسي بالمتعام ايما كانت هذه المتعام وبناء على ذلك العلاقة التي تنشأ ما بين الطفل او المراهق والشاشة هي علاقة تطورها يحتاج الى فهم ومراقبة من الكبار ويمكن خليني في الاحداث الاخيرة على قد ما كانت السوشيال ميديا احنا بنعاني منها والمعاناة دي عالميا بالمناسبة وانا هقول عالميا ازاي على قد ما هي اضافت كتير للاطفال او الجيل الجديد اللي ما كانتش يعرف حاجة عن الاحداث او الازمات الحادية حقيقة وبناء على ذلك ظهر لها حالة من الفائدة وده مهم جدا ولكن لما ارجع حالة التوحد مع الشاشة او حالة الانفصال عن كل ما حاولي دي حالة مزعجة لانه في هذا التوقيت عقل الطفل او المراهق بينمو انه مو ده لا نعلم انه السيجنلز او اشارات الشاشة وهذا الكم من المعلومات وبالمناسبة على قد ما كان هو كويس الفترة اللي فاتت على قد ما احنا عندنا معاناة كبيرة اسمها الميس انفورميشن او المعلومات المغلوطة ويمكن ده انا كنت شاركت فيه في قمة نوبل الاخيرة فاشنطن في مايو الماضي لانه العالم يعاني من فكرة الميس انفورميشن او المعلومات المغلوطة بشكل قوي لما يجي ابوص لابني او بنتي وتعلقه بالشاشة ومتابعته للشاشة بشكل دائم هلاقي انه كم الوظائف بتاعة المخ اللي هتبطيه تتغير كم مش لطيف ليه لانه مثلا الجزء المسؤول عن تكوين شخصية الانسان بشكل كبير جدا 70% من شخصيتنا في الجزء اللي انا هقوله ده وهو الفص الجبهي للمخ الفص الجبهي للمخ ده فين بعض انهي جزء القدام هنا كده اوكي ليه لانه فيه الوظائف التنفيذية بتاعة كل حاجة بنعملها في الدنيا التخطيط التنظيم الصنع واتخاذ القرارات المرونة العقلية او التعامل مع الضغوط القدرة على ردود الافعال السريعة القدرة على التنقل ما بين الوظائف او ما بين المواقف او ما بين المهام في الحياة كل ده اللي سكرين بتحده ليه لانه هو بيفقد قدرته على اللي نسميها التكيف قدرة على التكيف هي اهم قدرة في بناء شخصية الانسان القدرة على التكيف لان ده اللي بيبني ذكاؤه العاطفي او نقول عليه ذكاء المواقف ذكاء الحياة وهنا دي نقطة خطورة لانه اتسحب لحتة فيها حالة من العزلة عن المجتمع وابتدت وظائفه اللي تخص تعاملاته الاجتماعية وذكاءه الاجتماعي يحصل فيها حالة من المحدودية وهو مش درياني طيب انا عايزة اسأل سؤال لما بنقول شيلوا من الولاد الموبايلز والشاشات وا 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 بحيث انهم يقبلوا اكتر على القراءة او يقبلوا اكتر على ممارسة الرياضة فبعض الاحيان في كتير من الاهالي بيلاقوا اولادهم مش قادرين يثبتوا نفسهم او يحسوا بالمتعة او بتحقيق الذات في الرياضة او في القراءة او اي ان كان الحاجة تانية الاكتيفتي اللي هي الفيزيكل او الحاجة اللي بتستهلك مجهود من الجسم هم عندهم عقل شغال بياخدوا كورسز كتير في الايتي وما شابه فده هم عايزين يتفوقوا لما نيجي ناخد منهم السكرينز احنا كده مش بنوقفهم عن التطور في حاجة ورد جدا انها تكون هي ملكة الابداع اللي عندهم يعني اسمحي لي يا أستاذة مننا ان احنا لا نأخذ الامر الى اي نوع من الانحياز بشكل او باخر ليه كل مجتمع له خصائصه واحنا عندنا حاجة اسمها الطب النفسي العابر للثقافات اذا افاهم ثقافة كل مجتمع هل نعلم ان الدول الاسكندنافية وعلى رأسها السويد بدأت تستبدل التابلتس والايبادز بالاوراق مرة اخرى ده في نظام التعليم الحكومي خدمات التعليم السويدية الحكومية تستبدل التابلتس الان بالاوراق والاقلام اثرت على الابداع على الولاد وعالتفاعل طبعا لانه ايه اللي حصل فيه وظيفة هامة في المخ اسمها اللانجوج اللغة اللغة ليست تعبيرا فقط بالكلام اللغة هي عبارة عن ان اسمع صحيح واترجم وانطق ان اقرأ واكتب واعبر ازاك بسموه لغة الجسد احيانا فاصبحت فكرة الوظيفة الكبرى التي تسمى باللغة ودي وظيفة محورية وهي احدى الوظائف العليا لعقل الانسان لو انا جيت على الطفل وبدأت في ان هذه الوظيفة تبقى محدودة بمجرد اني اتاكتك فهو فقد التعبير الكتابي هذه واحدة والتعبير الكتابي بيحفز الابداع بشكل عنيف فكرة الابداع ومراكز الابداع في المخل يحفز بالتحريك يدي ايدي اللي بتتحرك وبربطها بالحروف او الارقام او 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 ده بيحفز مراكز الابداع في المخلق وبناء عليه ادي تجربة لدولة متقدمة بتقول ارجع خطوة وراء لان اكتشفت انه استبدال الكتابة الاعتيادية اللي من الاف السنين ده غلط على الصحة النفسية وعشان كيف لأني فئة عمرية بقى لكل الفئات العمرية حتى الخروج من المدرسة وكرر تاني توقف الابداع وانحصار وظيفة اللغة او تأخرها ليس في مصلحة اي مجتمع مهما كان طب انا عندي مجموعة من الامراض يعني بتبدأ بالاكتئاب التوحد الانفصام الارق كل هذه امراض هل يمكن انه يصاب بها طفل طب بسبب السوشيال ميديا طبعا ازاي ده السوشيال ميديا لما عرضت فكرة الميس انفورميشن احنا خدنا الجزء الايجابي قلنا فكرة المعلومات المغلوطة وسيل المعلومات اللي الطفل ده بيشوفها مش عارف يفرق ايهما سليم وايهما خطأ في حادثة في امريكا حصلت لمراهق صيني انه تم اختطافه عمله سايبر كيدنابنج اختطف عن طريق الانترنت يعني ذهنيا ولا فيزيكالي فيزيكالي تم اختطافه هو وصل لحالة من الخوف ومش عارف يعمل ايه فخرج بعيد عن بيته وقعد في خيمة عشان ما حدش يعرف هو فيه لانه خايف مهدد ده من ضمن الحاجات واحد اتنين ان انا طول الوقت قعد من المعلومات المغلوطة دي اتفرج على حاجات مش مفهومة وعشان كده اللي عملوا الحاجة قالك هنعمل لكو بارنتل كنترولينج نعمل لكو تحكم اوبوي على القصة استخدموا زي ما استخدموه مش قصت ليه عمل فكرة التحكم لانه يعلم تماما انه ما سيواجهه الطفل كتير طيب لما بص لوظائف العقل عند الطفل وبداية نموها اللخبطة دي حالة من التشويش ايه عاملة زي السيجنلز بالزبط حالتك اما شوشت على السيجنلز دي او هذه الاشارات العصبية ابتده يتلخبط ابتده يقلق ابتده يظهر عنده الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي لانه مش عايز ابص يبقى فيه اي تو اي كونت اجتماعي اللي قدامي فبعمل ايه بهرب فكرة القلق او الرهاب الاجتماعي من الاضطرابات اللي بنحصرها عالميا دلوقتي في الجمعية العالمية للطب النفسي ونراجعها للاطفال يعني باعتباري سكتير للجنة علوم الشخصية فانا اراجع ده بشكل احنا النهاردة بنشوف البرسنتج او النسب التي كانت لدى الاطفال فيما يخص الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي ما لا تزداد والازدياد ده نتيجة انه ارتباطنا او ارتباط الاولاد بالشاشات شاشات اعلى بمراحل اتنين الاكتئاب هل نعلم ان الاكتئاب لدى المراهق اكتئاب غير كلاسيكي ولا ينعزل هو يصبح اكثر عدوانيا يصبح اكثر اهمالا واهم حاجة انا مش عايز اذاكر اقول المذاكرة دي مش هميني ده بسبب سوشيال ميلي طبعا طبعا لانه التشويش الحادث على المخ او على عقل الطفل او المراهق لا نتخيله وارجع واقول دولة مثل السويد التي كانت تدفع عالميا واحنا شايفينها النموذج السويد وفنلندا والدانمار مش دول النموذج التعليمي ده الناس صحيح قالوا ايه ارجع خطوار ارجع القلم وبرك احنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي بترفع ايدها عن تحمل المسئولية ومشترطة في اي واحد انه يعمل اكاونت انه يكون اكتر من مش متأكدة 16 ولا 18 سنة عشان هي تقول انا مليش دعو انتوا عايزين تعملوا لدكم اكاونت بتواريخ ميلاد غير حقيقية انتوا تحملوا المسئولية يعني حتى القائمين على السوشال ميديا بيأكدوا على خطورة الموضوع وبيقولوا احنا مليش دعوة حتى لا يعود عليهم الامر قضائيا باي ملاحقات طبعا لانه على سبيل المثال انا هضرة بن مثال باحدة الشركات طلعت بودرة التالك زمان النهاردة هي تلاحق احدة الشركات الامريكية الهامة الخوف من الملاحقة لان هي فيها مواد تسبب انواع من السرطانات مع العمر فالخوف من الملاحقة لدى الشركات الكبرى بقى خوف قوي جدا رقم واحد اتنين المجتمعات النامية وده مهم بالنسبة لنا البحث الحفيف عن الشهرة ده موضوع بقى رهيب حاجة صحبة اول ولذلك يعني يعني اثني على الدولة المصرية واجراءاتها في هذا الشأن انه ده بقى كونترولد وبقى بهدوء كده ملاحق وبشكل قوي لانه المجتمع النامي زي مصر او غيرها من الدول يحتاج الى انه يلحق بركب التقدم طبع انه افقد المجتمع اللي بيعمل في الوظائف المهنية وانه يقعد قدام الاسكين عشان يتصور عشان يجيله عائد انا كده بفقد مني كم ايد عاملة مهيبة طبع وبالتالي سيه زي الادمان بالزبط عملت كده يعني هو 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 ادمان برضه وهنا كانت المشكلة الحقيقية الامر ليس مقتصر على الصغار او المراقين الامر الامر متشعب لان الكبير برضه ابتدى ياخد منحة اني ادور على احنا مش بنشوف الولاد بتشوف ايه لان احنا كمان بصين في تريفوناتنا وبناء على ذلك الصحة النفسية للطفل والمراهق قائمة علي قائمة على رجوعي لفكرة المشاركة بكل محتوات على قدر ما نستطيع المشاركة دي بنتكلم فيها مع بعض مش شاري يعني المشاركة شاري من المواقع التواصل المشاركة الفيزيكال او الوجود بكلام وبخروج وتقضية وقت على قدر ما استطيع لان كل واحد مهامه ومشاغله مزعجة علشان يوفر لابنائه حالة من التربية وكرامة العيش بابي صحيح ولكن الشطارة انه ما قدرت او على قدر استطاعتك كأب او كأم شاركه وقته شاركه حلمه المشاركة هامة كون ان انا ابعد المشاركة دي خلي بال حضرتك وخلي بال حضرتك ودي يعني نصيحة نفسية عابرة كده انه رجوع خطه وراه وان انت بس بتقول بطل اللي انت قاعد عليه قومي لو سمحتي اللي انت بيش ما يفعش طب انا اتذكر جيدا يا دكتور وانا موليد السبعينات يعني نشأت في مصر في الثمانينات والتسعينات وكان فيه تلات قنوات بس ان الصحف وقتها كان بتتكلم عن ادمان الاطفال لشاشة التلفزيون وان احنا كده بنخلي اطفالنا يفقدوا الابداع والتركيز وانهم يخشوا فيه نشاطات مع اقرانهم وكذلك اتذكر جيدا ان كان فيه كلام على ان التليفون اللي هو الهاتف اللي هو ابو ارص ده حيفقدنا التواصل الحميمي اللي هو الاجتماعات الاسرية السيناريو النهاردة بينتقل بنفس الاسلوب انا سؤالي فين انا سؤالي فين ان اخشى ما اخشى يعني احنا برضو نكون بنسكر على الامر اللي ممكن يبقى فيه في هوائد للامر فضل دعنا لا نهوى للامر ايوه قولا واحدا ولذلك انا بدأت كلامي بايه بالفائدة الموجودة الشطارة دايما في استخدام الشيء وليس فيه تهويل تأثيره تهويل تأثير اي شيء في الدنيا ليس من الصحة النفسية ولا من العقل في اي شيء يعني الشطارة استخدامه ولذلك يعني نحن لا نتحدث عن ان الاسرى مقصرة او انه حد مقصر دي تكنولوجي وتقدم بيحصل في حياة البشرية طبيعية الشطارة دايما ان انا مروحش وتسحب وتجر في محادثات انه التكنولوجي عملت وانه انه الحلول دائما هادئة بلا صخب من يريد ان يحل في اي شيء بهدوء وعدم تهويل الاشياء وعدم ارقاء الضوء عليها بشكل مركز يعطيها صبغة التفاهم الدولة السويدية قامت فجأة بعد اذنك وارجعوا خطورة ما عدناش نقشنا كتير وهم النموذج الاول في تعليم في العالم الامر لا يحتاج الى كم من المناقشات حقيقة ولكن يحتاج الى دراسة ثم وصول الى نتائج هادئة ثم تطبيق ودي شطرتنا وده اللي احنا بندور عليه في مجتمعنا ان نلقي الضوء ثم نوجد الحلول وبهدوء بعيدا عن اني افزع انسان او افزع اب او ام لانه حد يقول طب يا دكتور ما انا يعني تعبان وبروح شغلي وبرجع من شغلي والستة تعبانة برضو معاهم طول النهار دمان مين هيقعد مع مين مثلا حقيقا لأ هي الدعوة بسيطة ان اجد ما استطعت وقت حتى لو عشر دايق احرك سلم اولوياتي واعيد ترتيب الاولويات بحيث ان انا اختار الوقت الاكثر لقضاءه مع الاولاد طيب احنا خلاص يعني ناخد بالنا هناخد كلام حضرتك وناخد بالنا كل الناس اللي يعني في الوينتر بريك دلوقتي يخدوا بالهم ان عندنا اجازة وكل الناس اللي موجودة في نظام التعليم المصري كمان الاجازات هتبتدي في خلال ايام قليلة لان احنا في الامتحانات فاعتقد ان احنا قدامنا اجازة نص السنة نطبق فيها الكلام اللي دكتور عمر سليمان قالو كل شكر لك دكتور عمر سليمان استشاري الطب النفسي نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا